الصفحة اللي بعد كده بيكون عندنا الدرس الثالث والرابع من الوحدة الثالثة كتاب المعاصر اولى اعدادي. السؤال الاول عندي هنا بيقول. بيقول هنا. يعني هو كان بيرتدي طقية ايه. كل الناس كانت طبعا بتنظر اليه. خلي بالك طالما كل الناس تنظر اليه اكيد كان بيلبس حاجة غريبة يعني كلمة غريب. السؤال اللي بعده. كلمة not has the same meaning لها نفس المعنى as frightening. طيب هنا كلمة خائف عايز كلمة بتسويها في المعنى. عندي كلمة scary لها نفس المعنى طبعا. اللي بعده المدرس gets not when we don't do our homework. عايز يقول المدرس طبعا غضب جدا لما ما عملناش الواجب طبعا لما ما تعملش الواجب المدرس هيكون angry. كلمة angry gets angry اللي هو يغضبين. اللي بعده. هو بيحب يعمل ايه بالوان المية. طبعا الوان المية بلون بها. he likes painting. يلون يعني. السؤال اللي بعده. I read Alice is not in wonderland which is a wonderful children's story. طيب هنا بتكلم عن قصة Alice في ارض الحجائب طبعا احنا عارفين ان هي يا شباب قصة مغامرات. يبه هنا انا قريت مغامرات Alice في ارض الحجائب اسمها adventures اللي هي طبعا مغامرات. اللي بعده. بيقول لي نقط is a person in a book or a film. طيب هو شخصية في كتاب او فيلم. خلي بقى لك اي شخصية في فيلم او كتاب اسمها character. اللي هي معناها شخصية في كتاب. اللي بعده. I like adventure stories. بحب قصص المغامرات. زي R نقط. طيب انا بحبها لي عايز اولغي القصص دي مسيرة جدا. كلمة مسيرة اللي هي exciting. يبن هنا اختر كلمة exciting. مسير او شيقي. السؤال اللي بعده. I love learning about how things work. So I love نقط. انا بحب اتعلم كيف تفعل كيف تعمل الاشياء. لذلك انا بحب مادة ايه. طبعا بنعرف الحجائب بتشتغل ازاي من مادة العلوم اسمها science. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. عادل امام is the not character in the new film. طيب بيقول ان عادل امام عايز يقول هو الشخصية الرئيسية في الفيلم الجديد. كلمة رئيسي اللي هي كلمة main. فينقول له main character. اللي هي الشخصية الرئيسية. اللي بعده كلمة brave is the opposite. كلمة opposite معناها عكس او مضاد. الكلمة brave طيب معناها شجاع. بيقول لك بقية لعكس كلمة شجاع اللي هي cowardly. اللي هي معناها جباني يعني. السؤال اللي بعده. a woman who rules a country is called a. خلي بالك بيقول هنا ان السيدة اللي بتحكم الدولة بيكون اسمها ايه? طبعا بتحكم الدولة اسمها queen اللي هي ملكة. السؤال اللي بعده. a not is a website on which someone writes regularly. خلي بالك. الموقع اللي الشخص بيكتب عليه بانتظام. بعد كده بيقول it's like an online diary. طيب احنا عندنا حاجة اسمها blog اللي هي مدونة الكترينية. ان انت تقدر تكتب عليها يومية تسمع blog. اللي بعده. not means to be good at learning things. طيب. اللي معناه انك تكون جيد في تعلم الاشياء. طبعا ده معناه انك انت شاطر. كلمة شاطر او ماهر. اللي هي كلمة clever. اللي بعده. good teachers always not good decision. طيب المدرسين اللي هما الجيدين دائما عايزوا لك يتخذ قرار جيد. كلمة يتخذ قرار اسمها make decision. اللي بعده. she likes not art. طيب هي تحب. تخلي بالك بقى هي بتحب عندنا حاجة اسمها شباب. do art. اللي هو طبعا يوم بالرسمة بال doing art. اللي بعده. how often do you go to the library? بيسألنا حاجة قال له اويك. خلي بقى لك لما تلاقي سؤال بدء بhow often. اللي هي كم مرة. على طول اجابة هيكون فيها twice or once. فانا اقول له twice a week. يعني مرتين في الاسبوع. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيكون عندنا جزء لأسئلة الخاص بالقاعد. السؤال الاول بيقول لي هنا دينا likes not very much. خلي بقى لك كلمة like and enjoy and stop. الكلمة دي كلها بيجرار الفعل وضف له ing. عايز اقول له تحب الرسمي. بقى هنا اخطر كلمة painting اللي هي اخرها ing. السؤال لبعضه. نوها نقط وجيب لي likes. طيب لما احب ان فيها احط عيني على طول على الفاعل. الفاعل عندي هنا مفرد ولا جمع? مفرد. المدرع البسيط بقى. نوها ان فيها doesn't. don't هنا جمع وعندي فعله في المصدر فاستخدم doesn't. اللي بعده. بيقول لنا I don't like not. انا لا احب. قلنا like be وراها. فعل ما اضف له ing. نحفظ القادة. like and stop and enjoy. يبقى اقول له هناك كلمة flying. اللي بعده. what she like watching tv. قال له في الاجابة yes she does. خلي بالك الاجابة موجودة هنا. طالما هو قال لي does. يبقى اللي بسأل بي بجاوب بي. واللي بجاوب بي بسأل بي. يبقى سؤال كلمة does she like. اللي بعده. I don't like computer games. طيب اتفقنا. don't like. عايزة وراها الفعل بضفة ing. هل يبقى لك like and love stop and enjoy or playing? اللي بعده. she doesn't not staying a plate. خلي بالك دي سهلة جدا. don't or doesn't. عايزة وراها like. بنقول عليها نحط الفعل في المصدر. المصدر هو بدون اضافات. اللي هو doesn't like. لا تحب. اللي بعده. he prefers math. خلي بالك بقى كلمة prefer. عايزة يقول هو يفضل. طبعا prefer. بيقى وراها طبعا شباب don't. نفس القاعدة برضو. اللي بعده. doesn't enjoy not action films. نفس الكلام اتفقنا. doesn't enjoy يبقى الفعل مضف له ing. اذا ما قلنا like and enjoy and stop. اقول له هنا watching. يبقى كلمة doesn't enjoy watching اللي هي مشاهدة الافلام. اللي بعده. they would like not computer games. طيب خلي بالك هنا بيقول لك they would. خلي بالك بقى من الابصر في d. اللي هي كلمة what. what هنا بتغير بقى بتقول لك to المصدر. لازم بقى to play. اللي بعده. captain basm is good at not guns. طيب هنا بتكلم عن ايه good at. good at يعني جاية في good at بيجي وراها الفعل مضف له ing. الحاجات اللي لازم احفظها باسمها using. نيجي بعد كده على السؤال اللي عليه الدور. وهو سؤال correct. سؤال مهم جدا. السؤال الاول بقول. وجاب لك كلمة listen في المصدر to her grandpa stories. طيب خلي بالك قلنا كلمة enjoy. بيجي وراها الفعل مضف له ing. يعني كنا اللي عمله هنا ان انا هحط الفعل ing. طبعا لما الفعل بيجي له ing في الاخر بتحول الى اسم. يعني مسلا هنا كلمة listen يستمع. لما قول listening بل الاستماع نفسه. يبقى هي بتستمتع باستماع الى قصص جدها. I am interested about. لا هي اسمها interested in. مهتم بيه. يبقى لازم يكون حافظها اسمها interested in. اللي بعده. does she like play? اتفاقنا بنحط الفعل ing. عشان نحوله الى اسم. اقول هي تحب playing اللعب. لعب الشطرنج يعني. بعد كده بقول لي. does your father like travel? برضو مفيش فعلين بيجوار بعض في الانجليزية. فهنا لازم نحول الفعل التاني ده الاسم. قلنا نحط ing. بس هنا نضعف ال l في الاخر فالك traveling. السؤال اللي بعده. بيقول لي عماد likes watch نفس القاعدة برضو خلاص عرفناها بقى كلمة like بيجوارها الفعل مضاف له ing. يبقى لازم احفظها اقول له like احط الفعل ing باسمها watching. اللي هو طبعا بقت مشاهدة يعني عماد بيحب مشاهدة كرة القدم. مباراة كرة القدم. اللي بعده. what do you prefer ride bikes? خلي بقى لك هنا. لما بيجي عندي what القاعدة هنا بتتغير يعني. هنا اقول to المصدر. يبقى اقول له what you prefer? اقول لك to ride. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا. بليغ is interested in. بيقول لي listens type. كلمة interested in. نفس القاعدة مهتمة بي الاستماع. زي ما قلنا في good at كده. هنا اقول له listening. احط للفعل يا شباب ing عشان حول له الاسم اللي هو الجيرند يعني اقول له listening اللي هو معناها الاستماع بقى مش يستمع. اللي بعده I hate walk. طبعا كلمة hate يعني يكره. لها نفس المدلول. يكره زي يحب كده. فهيجوار الفعل مضاف له ing. يكره المشي. فهيقول له walking. طبعا في الشمس في الصيف. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض طبعا بيكون عندنا زي ما تعودنا exercise على الدرس التالت والرابع بيبدأ معي بسؤال dialogue. خلي بالك سؤال المحادسة سؤال مهم جدا. اهم حاجة فيه انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك. واترجمها قبل ما تبدأ تحال. وخلي بالك السطرة ده مهم جدا بيعرفنا المحادسة بتتكلم عن ايه. هنا بيقول لي احمد is asking about his favorite sports. يعني احمد بيسأل علاء عن رياض طوء المفضلة. تعالى نشوف كده احمد بيقول له ايه? what's your favorite sport? ايه هي الرياضة المفضلة بالنسبة لك? طبعا ما نعرفش. لازم نقربية المحادسة عشان نعرف. قال له هنا why are you good at it? قال له I play basketball. بس خلاص عارفنا كده. يبقى هو بقول له انا بلعب الباسكتبول في النادي. يبقى كان بيقول له الرياضة المفضلة ايه? هي الباسكتبول. يبقى السؤال اللي هو what's your favorite? اجاب عليه اكتب الحاجة اقول له basketball. وبعدين اقول له شباب اه is my favorite sport. طيب ممكن اقول حاجة تانية اممكن اقول I like basketball. انا بحب بالايه? الباسكتبول. المحادسة سؤال سهل جدا. تقدر تحله باكتر من اجابة واكتر من طريقة. يبقى هنا بقول له basketball is my favorite sport. قال له why يعني لماذا? ليه بقى انت جيد فيها? طيب هو تحت هنا مش مديني اسباب محددة فتقدر تكتب اي سبب يخليك جايد في الرياضة دي. يعني ممكن تقول مسلا because I am tall عشان انا طويل. حد تاني يقول because I am strong. انا قوي. حد يقول tall and strong. كلها جابت صح. بعد كده احمد سأل سؤال لازم اقرأ الاجابة. قال له I play basketball in the club. طيب ده مكان اللي هو النادي. بسأل بايه? برفعه عليك. اللي هي معناها اين? يبقى لما يكون في الاجابة في مكان بسأل عليها where? اللي هي معناها اين? طيب مدارع بسيط. يبقى يقول where do you? ويقول له كان بيسأل عن ايه? بتلعب اللعبة دي فين? يبقى where do you play it? it عادة على اللعبة طبعا. تلعبها فين يعني. احمد سأل سؤال. اقرأ اللجابة قال له I play basketball twice a week. طيب لما تلاقي twice a week في الاجابة مرتين في الاسبوع على طول السؤال بيكون how often? يعني ايه بقى how often? يعني كم مرة? اللي هي كم عدد المرات? مدرع بسيط برضو. how often بيوردو او دس على حسب الفاعل. الفاعل عندي هنا هيكون you. فيقول له how often do you? يعني كم مرة انت play it? بتلعبها. نفس السؤال ولكن اداة الاستفاهم بتتغير. مرة where? اين? ومرة how often? كم مرة? احمد في الاخر قال له can I play with you? طيب هو انا ينفع ايجي بالتأكيد. السؤال اللي بعد كده بيكون عندي سؤال القطعة. طبعا سؤال القطعة سؤال مهم جدا. القطعة دي بالتحديد هي عليك في المنهج. فانا هسبها لك تقراها على مالك زي واجب كده. ولو في كلمة وقفت معاك اكتبها لي في التعليقات. وهبدأ على طول احل معاك تمرين القطعة. السؤال الاول بيقول لي هنا what does this passage talk about? سؤال ده مهم. القطعة بتتكلم عن ايه? ارجع معايا كده القطعة هتعرف ان القطعة دي بتتكلم عن الي هي مغامرات في ارض الحجائب. طيب اكتب الجملة دي اكتب الكلة كلمات دول صح. انت هنا تقدر تكتب الحاجة اللي انت شايف الناس صح. هو بيقول لي القطعة بتتكلم عن ايه? حد كتب مغامرات مغامرات الاس. صح جدا. حد كتب وارد مغامرات في ارض الحجائب. اللي ابسطر في اس دي هي الس ملكية طبعا. انا عايز 베س عليك ان المغامرات دي بتاعة طيب. طيب كلمة اللي هي ارض الحجائب. القطعة بتتكلم عن مغامرات. طيب كلمة اللي هي القط اللي علينا في الوحدة. ازاي كان بيساعدها? ارجع للقطعة ما تحلش من دماغك ولا تحل من اللي انت فهمه من الوحدة. الكلام كله والاجابة كلها موجودة في القطعة. هي كان بتساعدها انها تعرف الاماكن المختلفة والشخصيات. في السطر التالت. هقول ات اللي هي عادة على بتساعدها لها كان بتساعدها انها تلاقي الاماكن اللي هي عايزة. وطبعا كلمة اللي هي الشخصيات. تقدر تقول طبعا اه الشخصيات والاماكن المختلفة. اللي بعده معناها لماذا? ليه يعني? لانت حاس ان كانت شجعة طبعا هي ما كانتش بتخاف من مين? من ملكة القلوب. طبعا اقول له هنا الاجابة طبعا واي واجابة عنها او تو. اقول له بيكوز. لانها ما كانتش. وقوله طبعا بتخاف خلاص من اه ملكة القلوب. طبعا الاجابات دي كلها بنحلها من خلال القطع. الاجابة موجودة عندك في القطع برضو. يبقى اقول له هنا يا شباب. بسبب هي ما كانتش خايفة طبعا من ملكة القلوب. يبقى هي ما كانتش. نيجي بعد كده على اسئلة الاختياري على القطع برضو بتحلها من خلال القطع. the worst character is مين? اسوأ شخصية كانت مين? طبعا احنا السائلين فوق كانت queen of hearts اللي هي ملكة القلوب. الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطعة. السؤال اللي عليه الدور بيقول لي the underlined word shouted means said not. خلي بالك underlined word يعني كلمة اللي تحت الخط دي. معناها ان هو قال الكلام ده طبعا بازعاج اللي هي كنتم تلاقض له. السؤال اللي بعده بيقول لي the underlined pronoun she الدمير. هي اللي هي معناها هي كان بيعود على مين? طبعا ده كان بيعود على الاس. نيجي بعد كده الى سؤال الاختياري. السؤال الاول بيقول لي هنا. they love not about science. طيب هنا بيقول ان هم بيحبوا طبعا اتفقنا ان كلمة love بيجي براها الفعل بضاف له ing. يبقى هنا اقول له learning. بعد كده بيقول لي do you live in Cairo? بيسأل سؤال بدو. دو فاقول له هنا هل هل انت عايش في القاهرة? فاقول له yes I A. خلي بالك طالما السؤال بدو. يبقى رجابها تكون بدو. يبقى طالما قال له هنا do. بجاوب بيس اقول له yes I do. اللي بسأل بيه بجاوب بي. واللي بجاوب بيه برضو بسأل بي. اللي بعده بيقول لي هنا a person makes good decision. طبعا الشخص اللي بيتخذ قرارات جيدة ده بنسميه sensible. sensible اللي هو الشخص الرزين او العاقل يعني. اللي بعده when احمد is angry he not add people. هنا بيقول لما احمد بيكون غاضب هو طبعا بيزعق للناس بصوت حالي. اسمها shouts. السؤال اللي بعده بيقول هنا does toa playing tennis? بيسأل هل توة بتلعب تنس? طب بتحب يلعب التنس. طالما الفعل مضاف له ing. يبقى هنا اسمها does like playing. اللي بعده I'm always not of dogs. طيب هنا بيقول انا دايما عايز يقول بخاف من الكلام. طبعا اسمها يا شباب رفو عليك اسمها frightened. بعد كده بيقول لي يونس doesn't like watching tv because he thinks it's not. يونس لا يحب مشاهدة التلفزيون بسبب انه يعتقد انه طالما ما بيحبش الحاجة دي بيعتقد الحاجة دي مملة مثلا كلمة مملة اللي هي boring. اللي بعده I don't like not because I am not good at painting. طيب بيقول لان انا مش جيد في الالوان وفي الرسمي وانا بيحبش مادة ايه? برافو اللي هي art. اللي بعده? بيقول لي not teachers. او teaches us many things about the past. طيب بيعلمنا حاجات كثير عن الماضي. ايه هو اللي متعلم فيه حاجات عن الماضي? طبعا الهيستوري. اللي هو التاريخ. السؤال اللي بعده you can write some information in your not post. هنا بيقول انت تقدر تكتب بعض المعلومات in your blog post. طبعا من الحاجة اسمها شباب blog post. اللي هي المدونة الالكترينية. نيجي بعد كده على سؤال correct. السؤال اول بيقول لي how often not او do he play. طبعا ما نفعش do معا he. do دي جمع. او he جاء مفرد. نفعش معا do. انا عايز هنا اللي بيجي مع المفرد. قط هناك على الفعل. الفعل عندي he. يبقى استخدم على طول مفرد اللي هي does. يبقى كم مرة? does he play? هي. هو بيلعب كرة قدم. يبقى الاجابة عندي هتبقى كلمة does. ايه سؤال اللي بعده? بيقول لي are you interested in? وجاب لي read adventure stories. اتفاقنا. في كلمات كده بيجرها بفعل مضف له ing. زي كلمة good at وكلمة interested in. يبقى هنا عايز يقول ان هو مهتم بالقراءة. لازم احول بقى الاسم اللي هو اخر ing. I am not good at draw. طيب لسه عيلها فوق. good at برضو. عايز يقول لانها جيد فيه. ما يجي ده شباب بتحول الفعل الى اسم. طبعا مش جاي قبله امو الزعر. فاسمها drawing. اللي بعده. he would like going to. اللي افتكر معي انه لما تشوف would الابصرفي دي على طول بتحط الفعل to المصدر. يبقى هما تلاقي he would like تقول له to go. بعد كده بيكون عندي سؤال البراجراف ده طبعا مجاب عنه في نهاية الكتابة.